انا بشجع الكنيس اللي قفلة على نفسها وحتى كل امكانياتها جواها ومش بتحاول ان هي توصل للنفوس الرب يسوع طلب منه ان احنا نرمي الشبكة ما ترميس الشبكة وابدا جوا الفريزر بتاع السوبر ماركت ده مش المكان بتاع الصيد لازم ترمي الشبكة في العالم برا في الشارع لازم تطلع وتخرج وتكرز برسالة الانجيل المسيح قدم نفسه ودي عطية العطاية المسيح قدم نفسه لأجلك فانت محتاج انك انت او ما تقبله تتكلم للناس عشان يقبله علشان يعرفوه الاله الحقيقي يسوع المسيح ابن الله حبائي قال رسول بولوس اكرز بالكلمة اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب انتهر وبخ عذ بكل انات وتعليم لانه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون الى الخرفات انا لازم اكرز لانه مجيء الرب قد اقترب في اي لحظة ممكن الرب يسوع يرجع انا لازم اكرز لانه ما بعرف في اي لحظة انا ممكن افارق الحياة انا لازم اكرز لانه حقيقة لازم اتكلم عن الكتاب المقدس الحق يسوع المسيح الطريق والحق والحياة كيف يسمعون بلا كارز فطبعا اليوم ما اكثر الضلالات وما اكثر البدع ورياح التعليم واللي بتسهل الرسالة بتحاول تدخل الناس من الباب الواسع ولكن بدون اي استقامة وبدون اي حق انا بدعوك اليوم الى يسوع المسيح المخلص الوحيد امن به تغفر خطاياك تحصل على الحياة الابدية وتنال الضمان الابدي من خلال قبولك يسوع المسيح خبرنا عن اختبارك